موسيقى سميناه مخطط التكفل بالمريض وهو يحتوي على سبعة محاور ويضع المريض أو المواطن بصورة عامة في محور التكفل بانشغالته فلاحظنا من خلال 28 هدف الذي تم تجزئته إلى 143 عملية نشاط أن المساء تصب في ثلاثة خانات الخانة الأولى هي العدالة في الوصول إلى الخدمة وهو هو الأساس الخانة الثانية هو توفر الأدوية والخانة الثالثة وهو التكفل الأحسن ما بعد الخروج بالمستشفى